مفاجآت السياسة أو سياسة المفاجآت عنوان عريض لتطورات بين البلدين الغارقين في العداء حتى الأعماق من واشنطن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على عقد قمة مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الشهر أيار المقبل لطيل الخلاف بعد عقود من التصعيد الكلامي بين أمريكيا وكوريا الشمالية وصل إلى حد إعلان الحرب بينهما القمة المعجزة كما وصفها رئيس كوريا الجنوبية مونجاي جاءت ثمرة للجهود التي بذلتها كوريا الجنوبية للتقارب مع جارتها الشمالية حيث تبادل البلدان مؤخرا زيارات دبلوماسية تجاوزت حدود النار بين شطري شبه الجزيرة بعد نصف قرن من العداء ويأتي هذا التغيير بعد سنتين كانت توتر الحاد الميزة الأبرز بين واشنطن وبيونج يانج بشأن البرنامجين النووي والباليستي لكوريا الشمالية إلا أن انعقاد القمة لا يزال احتمالا نظريا إذ يرى مراقبون في قرارات ترامب مزاجية سياسية تفاجئ أقرب المقربين منه بعض المراقبين يرى أن القمة المرتقبة ستعقد تحت شعار ضمان استمرار نظام كوريا الشمالية في مقابل تجميد أو وقف البرنامج الكوري الشمالي ابتزاز سياسي وأسلوب مناورة أمريكية هكذا رأت الصحف الكورية الشمالية في إرهاصات التقارب المنتظر حيث قالت صحيفة رودينغ سينمون الكورية الشمالية إن يونج يانج لن تذعن لواشنطن ولن تسمح لها بإملاء شروطها عليها مشيرة إلى أن كوريا الشمالية مستعدة للحرب في حال استمرت أمريكا في مساعيها لعزل كوريا عن العالم وقيامها بتكييف الصفقة بين البلدين على نحو يتعدى العدل والحقيقة وفقا لما قالت الصحيفة تصريحات ترامب بشأن القمة لاقت ترحيبا عالميا من الغرب والشرق والأهم فيها محور كوريا الشمالية حيث روسيا والصين التي رأتا أن الاتفاق سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح بينما يبقى مناخ السياسة في العالم متقلبا والأيام حبلة بالمفاجآت فلا تكهن في السياسة وكثيرا ما تكون الصفقات والمؤتمرات سحابة صيف ترجمة نانسي قنقر